موسيقى صباح الخير مشاهدة الكرام وأهلا ومرحبا بكم إلى جلسة الأعمال وفيها ان شاء الله العديد من الملفات الاقتصادية وفي موضوعنا الأول ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وفد دولة قطر في أعمال قمة المستقبل التي عقدت على هامش أعمال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في كلمته حرصة دولة قطر على بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة وأنوها معاليه بالنجاحات الإقليمية والدولية التي حققتها الدولة لمنع نشوب النزاعات وحلها بالطرق السلمية واليوم نناقش أبرز ما جاء في كلمة معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أمام قمة المستقبل ودور دولة قطر في دعم التنمية الاقتصادية عالميا وفي موضوعنا الثاني جاء قرار مصرف قطر المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بواقع خمسة وخمسين نقطة أساس تزامنا مع بدء الفيدراليل أمريكي بتخفيض أسعار الفائدة التي وصلت لأعلى مستوياتها منذ أكثر من عشرين عاما يرى الخبراء أن قرار تخفيض الفائدة يعد متنفسا للقطاعات الاقتصادية التي عانت بشكل واضح من ارتفاع أسعار الفائدة وانعكاسها على تكلفة تمويل المشروعات وهذا ما سنناقشه هذا اليوم أما في قصتنا الثالثة تنظم وزارة البيئة والتغير المناخي ندوة علمية بعنوان الإسمنت الأخضر ابتكار علمي لبيئة أفضل واقتصاد دائري ويعد الإسمنت الأخضر بديلا أكثر مراعاة للاستدامة والحفاظ على البيئة وهو المعروف أيضا باسم الإسمنت الصديق للبيئة لأنه يوفر فوائد استخدام منتجات النفايات وتقليل انبعاثات الكربون سنكون معكم إن شاء الله في ربط مباشر ولقاءات على هامشي هذه الندوة التي تنظمها وزارة البلدية أما في قصتنا الرابعة سنتابع إياكم أداء مؤشر بورصة قطر وأسهم الشركات المدرجة بالإضافة إلى جولة على أسواق المال العالمية والخليجية وتأثيرات قرار الفيدرالي بتخفيض الفائدة على جميع الأسواق وفي قصتنا الخامسة وفي إطار سعيها المستمر لمنح عملائها تجربة تسوق سهلة ومريحة وفق أعلى المعايير العالمية المتطورة تقدم شركة الميرة للمواد الاستهلاكية بالتعاون مع شركة فيف عربات التسوق الذكية ولأول مرة في الشرق الأوسط لتسهيل وتحصين جودة التسوق للعملاء ستصحبنا وإياكم الزميلة رانيا خنفر في تجربة للتسوق في أحد فروع الميرة عبر استخدام عربة التسوق الذكية والتعرف على ألية عملها والمزايا التي تقدمها وفي موضوعنا الأخير وصل الدين العام في بريطانيا إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي وهو أعلى مستوى منذ الستينات ما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة البريطانية الحالية أثناء إعدادها للميزانية المقبلة مشاهدي الكرام هذه المواضيع إن شاء الله نبحثها مع ضيوفنا في جلسة الأعمال بعد هذا الفاصل ابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة أهلا بكم من جديد ترأس معالف شيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية وفد دولة قطر في أعمال قمة المستقبل التي عقدت على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وقال معاليه في كلمة أمام القمة إن دولة قطر تحتق القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدة حفظه الله دشنت المرحلة الثالثة من استراتيجيتها للتنمية الوطنية في إطار رؤية قطر 2030 حرصا على بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة ونوها معالي رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية في كلمته بالنجاحات الإقليمية والدولية التي حققتها دولة قطر لمنع نشوب النزاعات وحلها بالطرق السلمية كما عبر معاليه عن فخر دولة قطر باستضافة القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي ستكون الحدث الأبرز عالميا في العام الفين وخمسة وعشرين بسم الله الرحمن الرحيم سعادة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة سعادة الأمين العام للأمم المتحدة أصحاب الفخامة والسمو والسعادة الحضور الكرام بداية أود أن أهنأ سعادة السيد فيليمون يانج على انتخابه رئيسا للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين كما أعرب عن تقديرنا للميسرين المشتركين على الإدارة الحكيمة للمفاوضات الحكومية الدولية بشأن ميثاق من أجل المستقبل ونضم صوتنا لبيان مجموعة 77 والصين ونرحب باعتماد ميثاق من أجل المستقبل صباح اليوم السيدات والسادة إن دولة قطر على قناعة تامة بأن أجندة عام 2030 وتحقيق أهدافها للتنمية المستدامة تفرض المزيد من الجهود الدولية والوطنية امتدادا لدعمها لتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره حول خطتنا المشتركة ومشاركتها في قيادة المفاوضات بشأن الإعلان السياسي لقمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي عقدت العام الماضي السيد الرئيس يواجه عالمنا اليوم تحديات خطيرة تعيق تقدمه الاقتصادي وتهدد سلامه الاجتماعي وتبطئ الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فالحروب والنزاعات المسلحة والآثار السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية تشكل تحديات خطيرة خاصة على الدول النامية والأقل نمو ما يفرض علينا سرعة التصدي لهذه التحديات والتغلب عليها وفي هذا الإطار نؤكد على أهمية تعزيز الحوكم العالمية بما في ذلك إصلاح حياكل التمويل الدولية وتخفيف عبء الديون وسد الفجوة الرقمية وفي هذا السياق يتعين تعزيز الجهود لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفاه اجتماعي أساسه حماية حقوق الإنسان وتمكين النساء بالإضافة إلى تعزيز العمل المناخي عملاً باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيير المناخي واتفاقية باريس السيد الرئيس على المستوى الوطني وتحت القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تمين بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله دشنت دولة قطر هذا العام المرحلة الثالثة من استراتيجيتها للتنمية الوطنية في إطار رؤية قطر 2030 حرصاً على بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة بالاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والعلوم والابتكارات وتعزيز التنمية البشرية أما على المستوى الدولي تؤكد دولة قطر التزامها بالعمل الدولي متعدد الأطراف ففي عام 2018 تعهد سمو الأمير حفظه الله بمبلغ 500 مليون دولار لدعم الموارد الأساسية لوكالات الأمم المتحدة لمدة عشر سنوات وخلال قمة العمل المناخي في عام 2019 أعلنت دولة قطر عن تخصيص 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نمواً في مناطق الكاريبي والمحيط الهادئ وأفريقيا وفي مارس 2023 استضافت دوحة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للبلدان الأقل نمواً حيث تعهدت دولة قطر بمبلغ 60 مليون دولار لتنفيذ برامج تنموية في تلك البلدان السيد الرئيس لا يمكن تحقيق التنمية دون إرساء دعائم السلام والاستقرار لذا تواصل دولة قطر جهودها الحثيثة في الوساطة من أجل منع نشوب النزاعات وحلها بالطرق السلمية حيث تنخرط دولة قطر في العديد من الوساطات منها الوساطة حالياً بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بالشراكة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية لوقف هذه الحرب الكارثية الوحشية على قطاع غزة ونكرر دعوتنا للوصول لاتفاق لوقف اطلاق النار والإفراج عن الأسرى والمحتجزين وندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وحازم حيال انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشأن الاعتداءات المتكررة على المدارس والمستشفيات وعمال الإغاثة والنازحين في غزة السيد الرئيس تفخر دولة قطر باستضافة القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي ستكون الحدث الأبرز عالميا في العام 2025 ضمن سلسلة القمم الثلاث والتي أوصت بها خطتنا العالمية المشتركة نتطلع إلى استقبال المشاركين من جميع أنحاء العالم في الدوحة وإلى تحقيق نتائج ملموسة تسهم في بناء عالم أفضل وقد شهدت قمة المستقبل لحظة ملهمة حيث ألقى الشاب القطري غانم محمد المفتاح سفير نوايا الحسنة ورمز الصمود والإرادة كلمة دعا خلالها بكلمات عميقة ومفعمة بالأمل إلى تشكيل مستقبل يكون فيه الأمان والشمولية حقا لكل طفل متطلعا إلى عالم يحتضن الأختلافات ويقضي على العنف والصراعات إن القرارات التي تتخذ اليوم لا تتعلق فقط بالسياسات والاستراتيجيات بل تتعلق أيضا بتشكيل عالم يمكن فيه لجميع الأطفال أن يزدهروا في مستقبل شامل وآمن ومستدام باعتبار شخصا من ذوي العاقة تعلمت أن التقدم الحقيقي لا يأتي من التغلب على التحديات الشخصية وحدها ولكن من كيفية احتضاننا كمجتمع لاختلافات بعضنا البعض لا يوجد خيار للأطفال عندما تتسبب الحروب والصراعات في إصابات غير ضرورية ويعاقات مدى الحياة ويجب وقف الاتجاه العالمين للعنف في غزة وحول العالم في أيدينا ويجب إنهاء المعاناة اليوم كي نتمكن من رؤية غد أكثر وضوحا يجب على القادة فهم ما يريده الناس والاستماع إلى أصواتهم من خلال منصات كهذه للدفع نحو تغيير هادف وبحسب أخبار الأمم المتحدة على منصة إكس أنا مثال حي على حلم والدي لي قبل 23 عاما أقف أمامكم لأمثل الأمل الذي حملته أحلام الأمس المستقبل ينتمي إلى شبابنا يجب أن نضمن استعدادهم لتولي أدوار قيادية من أجل أن يكونوا صناع التغيير وعلى هامشي قمة المستقبل التي تنظمها الأمم المتحدة شاركت دولة قطر في فعاليات أيام العمل من خلال جلسات نقاشية مختلفة أكدت خلالها سعادة الشيخ علياء بنت أحمد بن سيف الثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة التزام دولة قطر بتعزيز كافة الجهود الدولية والإقليمية ضمن فعاليات أيام العمل المقامة على هامشي قمة المستقبل شاركت سعادة السفيرة الشيخ علياء بنت أحمد بن سيف الثاني المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة في جلسة حاسمة صلطت فيها الضوء على الحاجة الملحة لبناء مستقبل خال من الإرهاب كما استعرضت سعادتها جهود دولة قطر لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله والتي اتماشى مع هداف الدولة في تعزيز السلام والتوسط في النزاعات والقضاء على العنف في جميع أنحاء العالم داعية إلى التركيز على معالجة الأسباب الجذرية للإرهاب عبر استراتيجيات قابلة للتكيف مع التهديدات الناشئة مثل الإرهاب الإلكترونية كانت دولة قطر رائدة في تبني نهج شامل حيث اعتبرت الإرهاب مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بقضايا السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة والسيادة القانون إن هذا النهج الرائد ينطوي على التعاون والتنسيق بين القطاعات مع إقامة علاقات رئيسية مع المجتمعات الأكاديمية والعلمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص بيد أن تدبير الأمنية ضرورية وتشارك قطر بنشاط في الترتيبات الأمنية المتعددة الأطراف والثنائية فإن هذه التدبير وحدها غير كافية على سبيل المثال أنشأت دولة قطر لجنة وطنية لمكافحة الإرهاب بين الوكلات والتي تجمع ممثلين من أكثر من عشر وكلات حكومية تنسق اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب سياسات قطر لمكافحة الإرهاب وتضمن التعاون بين الوكلات وتفي بالتزامات قطر بمجاب اتفاقيات مكافحة الإرهاب الدولية وفي حدث لا يقل أهمية تناول الدور الحاسم للشراكات العالمية الشاملة في تمكين الشباب وتحفيز الجهود العالمية لبناء جيل قادر على القيادة والابتكار سلطت سعدتها الضوء على المبادرات القطرية الناجحة في مجال تمكين الشباب لا سيما مؤسسة تعليم فوق الجميع حيث عكست الفعالية التزام دولة قطر الثابت بالاستثمار في التعليم الجيد والشامل لا سيما مع توقيع دولة قطر وكندا مذكرة تفاهم بشأن التعاون الانمائي واتفاقية إيطارية بشأن التعليم العالمي والتي تعد خطوة حاسمة نحو تعزيز السياسات المساعدات الخارجية المشتركة والجهود في التمكين الاقتصادي والاجتماعي والحد من الفقر بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة هذا المشروع مهم للغاية لأننا نعمل بشكل مشترك وفعال مع دولة قطر لإنشاء هذه المبادرة بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة الأمر كله يتعلق بالشراكات وإطلاق هذه المبادرة بالتعاون الصادق مع الأمم المتحدة أمر ضروري سنعمل معا ونبدل قصار جهدنا للتركيز على مسألة توفير التدريب والمهارات للشباب فرصة فريدة لمعالجة التحديات العالمية الحارجة شكلتها فعاليات أيام العمل في خطوة دعت فيها قطر شركاء آخرين لزيادة الاستثمارات في المهارات الخضراء والتمكين الاقتصادي في جميع أنحاء العالم نحو تأسيس مستقبل خال من الإرهاب وشراكة دولية تحافظ الشباب وتضمن حقوق الأجياء القادمة تواصل هنا دولة قطر تزامها بقوة بقيادة الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز الاستقرار وحل النزاعات وخلق فرص للتعليم والتوظيف لتلفزيون قطر أحمد السعدي من داخل الأمم المتحدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مرحب بضيفنا الدكتور عبدالله الخاطر الخبير الاقتصادي مرحبا بك دكتور كيف تابع تولا كلمة معالي رئيس مجلس الوزراء وزيرة الخارجية في افتتاح قمة المستقبل وما حملته من تأكيد على دور دولة قطر عالميا في الكثير من الشؤون سواء كانت سياسية أم إنسانية أم اقتصادية كما يتابع الجميع الحقيقة دور متنامي من يقود هذه الجهود خاصة قطر وهذا الدور قد يكون الأكثر مناسبة لقطر قطر المصدر الأكبر بالنسبة للطاقة إذن النمو الاقتصادي الاستقرار على المستوى الدولي والعالمي أساسي ومهم بالنسبة لدولة قطر كون الحقيقة معالي رئيس مجلس الوزراء هو من يقود هذه الجهود بطبيعة الحال نرى هذه المكاسب وهذه الإنجازات على المستوى الدولي والعالمي ونرى للحقيقة الدور القطري أيضا شامل ومتكامل في جانب الطاقة قطر كانت حاضرة لدعم هذا الجانب وخاصة بالنسبة للأمن والسلم العالمي وخاصة أوروبا وما حدث فيها إذا رأينا أيضا بالنسبة للنمو الاقتصادي إذا أيضا رأينا بالنسبة للجانب البيئي خاصة من الطاقة النظيفة وأيضا هذا الدعم الكبير إذا أيضا رأينا إلى مدى مصداقية قطر خاصة لأنه بالنسبة لرؤية الأمم المتحدة خاصة وبالنسبة للرؤية المستقبلية بالنسبة للقمة هي في تناسق الحقيقة مدهش مع أيضا رؤية قطر بالنسبة للمستقبل إذن هذه الرؤية تعزز من الدور القطري تعزز من أيضا الأمن والسلم العالمي لأن الدور القطري الحقيقة كما رأينا كل ما يقوم فيه تحت مظلة الأمم المتحدة هو يعزز من مكانة قطر يعزز من الدور القطري يعزز من الأمن والسلم العالمي وأمن قطر في الأساس لأن هذا الدور وهذه المكانة وهذا الظهور وهذا البروز وهذا الحضور في الأمم المتحدة الحقيقة مهم بالنسبة لدورة قطر إما في أدوارها كوسيط أو كأيضا رائدة في جانب الطاقة أو أيضا داعمة للجهود وخاصة ما رأينا أيضا بالنسبة لاستضافة الكثير من المناسبات بالنسبة للأمم المتحدة وهذا داعم أيضا للاقتصاد إذن كل هذه الجهود ومع أنها الحقيقة تتماشى تساير مع أيضا ثقافتنا بالنسبة لما تقوم به قطر الثبات على الأسس الأخلاقية الحراك في هذا الجانب دعم قضايانا أيضا كلها متناسقة وهذا أيضا وهذا المستوى من العطاء الحقيقة هذا المستوى من الإنجاز أيضا ما كان ممكن إلا بطبعا مباركة سمو الأمير وأيضا الدولة إذن كل هذه الجهود الدولة سمو الأمير معالي رئيس مجلس الوزراء أيضا الجانب الاقتصادي الجانب الإنساني الجانب الحضور القطري خاصة أصبح لقطر دور كبير على مسرح العالمي وأهم منصة في هذا المسرح طبعا الأمم المتحدة وكلما كان دور قطر كبير في الأمم المتحدة كلما كانت قادرة على التأثير على القرارات في جانب إما ما رأيناه من زيارات لسمو الأمير خاصة لدول العالم خلال المرحلة الماضية كل هذه الجهود اليوم هذه إحدى ثمارها اليوم الحضور القطري وقبول المجتمع الدولي أيضا بقيادة قطر لهذا الدور الكبير وهذا يعطي المنطقة يعطي منطقة الخليج يعطي أيضا العالم العربي إذا كان في جانب الأمن والاستقرار وخاصة جانب إحنا اليوم في مرحلة الكل يتابع إلى أي مدى الحقيقة المتغيرات متسارعة وخطيرة وحساسة لذلك هذا الدور أساسي لدعم أيضا وتمكين قطر من إما نزع فتيل النزاعات أو في جانب آخر القدرة على تمكين قطر من القيام بدورها بشكل آمن خاصة من خلال التحالفات من خلال هذا التواجد بدون هذا التواجد سيكون صاحب على قطر الحقيقة القدرة على إدارة الدور القطري وأيضا الدور القطري في الدولي والعالمي لذلك الحضور اليوم أساسي أصبح أيضا الحقيقة هذا الحضور شيء طبيعي بالنسبة للمستوى الدولي والعالمي وهذه مكانة قطر اليوم اللي نشوفه أصبحت مقبولة أصبحت يعني يمكن شفنا في بدايات هذا الحراك وقبل العقود كان هناك كثير من التساؤلات إلى أي مدى قطر رح تكون ناجحة وقادرة اليوم نشوف هذا الحدث والكل قابلة بكل سهولة وشيء طبيعي لكن في الحقيقة هذا الحضور بمستوى هذا التأثير الحقيقة لافت للانتباه وما هو لافت للانتباه أن هذا الحضور لا يثير أيضا بدأ لا يثير أي جوانب أخرى أو أيضا طموحات الآخرين لهذا الدور لأن أصبحت قطر هي الأقدر على هذا الدور خاصة بعد مرور العالم في كثير من الأزمات والدور القطري الذي كان حقيقة جوهري بالنسبة لحلول هذه الأزمات خلال المرحلة الماضية أيضا دكتور عليها أكد في كلمته على اهتمام دولة قطر وقناعتها بأجندة 2030 للتنمية المستدامة كيف برأيك برهنة الدولة على تبنيها لمفهوم التنمية المستدامة وهو ركن أساسي من رؤية قطر 2030 صحيح مثل ما قلنا الحقيقة أنه مسارات التنمية بالنسبة للأمم المتحدة هناك تناسق الحقيقة لافت للانتباه بالمقارنة بأيضا رؤية قطر ورأينا أيضا دائما هناك حراك على المستوى الدولي والعالمي لدعم جانب معين من جهود الأمم المتحدة ولكن قطر تتميز بالحضور الفاعل إما على أرض الأحداث مثل الوساطات عادة أو أيضا في جانب الدعم المالي الذي شفناه أو أيضا في احتضان الأحداث بالنسبة للأمم المتحدة وهذا ما يميز قطر الحقيقة المصداقية وهذا اللي دفع دول العالم للاستماع لما ترمي له قطر لأنه كل اليوم مستوى الثقة في الدور القطري وفي ما تقوم به قطر أصبح مسلمة على المستوى الإقليمي اللي كان صعب في مرحلة من المراحل والدولي اللي كان أيضا أصعب شوي اليوم العالم إذا قطر حاضرة أصبح هذه الثقة أيضا حاضرة في الدور القطري ومش مجرد حديث كما رأينا حتى من دول العظم الحقيقة هناك دائما استعراض وأحاديث عن إلى أي مدى هناك استثمار ولكن قطر الاستثمار الحقيقي نتحدث عن أكثر من 660 مليون قطر اليوم تستثمرها في الأمن وتستثمرها في الأمن والسلم العالمي تستثمرها في دعم الأمم المتحدة وتعزيز دور الأمم المتحدة ونرى الحقيقة خاصة في الفترة الأخيرة إلى أي مدى الأمم المتحدة أصبحت تنظر إلى قطر للقيام بهذا الدور وهذا شيء الحقيقة متقدم وما رأيناه في الماضي أن الأمم المتحدة أصبحت تنظر إلى الدور القطري بدل ما كانت قطر تنظر إلى دور الأمم المتحدة وهذا الاختلاف في الدور كبير جدا الحقيقة لأنه في نهاية المطاف من يدير الأمم المتحدة يديرها أفراد ومن خلال التجارب وخاصة على مستوى القيادات في الأمم المتحدة أصبح هناك إيمان أن قطر هي الدولة القادرة بطبيعتها بما قدمت حتى الآن أن تقوم بهذا الدور كيف سيساهم الثقل السياسي اليوم والاقتصادي لدولة قطر في طلاعها بأدوار رئيسية في حل النزاعات في الوساطة في أكبر القضايا دكتور التي تهم المجتمع العالمي المصداقية السعي تحمل المسؤولية التي رأينا دول العالم الباقي الحقيقة قد تظهر في فترة وتختفي في فترة أخرى قد تدعم في جانب ولا تدعم في جوانب أخرى قد تكون صادقة في جانب وكما رأينا أيضا في أحداث غزة إلى أي مدى كثير من دول العالم التي كانت تدعي بالأخلاقيات وبدور في الأمم المتحدة اليوم ما تقوم فيه تقريبا ينافي الدور الدولي والعالمي للقانون الدولي لدور الأمم المتحدة التي أسستها له لذلك الدور القطري الداعم لسيادة الدول لعدم تدخل في سيادة الدول مهم بالنسبة لدولة قطر بطبيعة الحال لأن مرينا في تجارب كما يعلم الجميع إذن هذا يأتي من إيمان وعقيدة إذا أيضا رأينا ما يسبق هذا خاصة بالنسبة لدولة قطر وتاريخ دولة قطر وثقافة دولة قطر كل هذا الحقيقة يدعم من مصداقية الدور القطري وإذا رأينا أيضا في الجانب الآخر مثل ما قلنا أيضا ما تستثمر في قطر إما في الجانب المالي أو المعنوي أو السياسي أو الدبلوماسي أو حتى أيضا استضافة هذه المؤسسات الدولية والعالمية فهذا الدور الحقيقة بالنسبة لقطر دور الأكثر مناسبة بالنسبة لقطر ورأينا سعي قطر وتحملها المسؤولية وقيادتها هذا الدور بإرادة بدون مطالب من قبل المجتمع الدولي أصبح هذا الدور شيء طبيعي بالنسبة لدولة قطر ولذلك رأينا إذا المجتمع الدولي أو الأمم المتحدة مرجعيتها اليوم قطر وهذا شيء كبير الحقيقة بالنسبة لقطر وبالنسبة للمنطقة ككل لم نرى في الماضي يعني كان في الماضي الحقيقة إحدى الدول العظمى أو بعض الدول العظمى كانت تقود هذا الدور ولكن مع مرور الوقت وتجارب الأمم على هذا ورؤية تاريخ هذه الأمم في الجانب الاستعماري في جانب الاستغلال الاقتصادي قطر ما تقدمه قطر اليوم من استثمارات من حسب حديثنا في الماضي من كندا وحتى أفريقيا اليوم هي المستثمر المفضل بالنسبة لدول العالم ولذلك هذا الدور يعزز من مكانة قطر من دور قطر في كل الجوانب الحقيقة لذلك هناك تناسق تكامل شامل في الاستراتيجية وفي الدور القطري اليوم اللي على المستوى العالمي الدكتور عبدالله الخاطر الخبير الاقتصادي نشكرك جزيلا الشكر على هذه المعلومات مرحب اشتركوا في القناة موسيقى إلى موضوع الثاني مشاهد الكرام جاء قرار مصرف قطر المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بواقع 55 نقطة أساس تزامنا مع بدء الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة التي وصلت لأعلى مستوياتها منذ أكثر من 20 عاما يرى الخبراء أن قرار تخفيض الفائدة يعد متنفسا للقطاعات الاقتصادية التي عانت بشكل واضحا من ارتفاع أسعار الفائدة وانعكاسها على تكلفة تمويل المشروعات من ناحية أخرى كشفت بيانات مصرف قطر المركزي عن ارتفاع أصول البنوك التجارية العاملة في قطر في نهاية أغسطس الماضي بنحو 7% على أساس سنوي بما يعادل نحو 128 مليار ريال متجاوزة تريليوني ريال لأول مرة وقياسا بمستواها في شهر يوليو الماضي البالغ تريليون وتسعمائة وسبعة وثمانين مليار ريال فقد زادت أصول البنوك القطرية بنحو 3.4% عند 14 مليار و 650 مليون ريال بعد حصولها على إشادة من قبل وكالة موديز العالمية بما تتمتع به من نمو وجودة في الأصول وقدرة كبيرة على مواجهة كافة التحديات سجلت البنوك التجارية العاملة في البلاد مستوى قياسيا في أصولها وفقا لبيانات رسمية صادرة عن مصرف قطر المركزي والتي أظهرت ارتفاع أصول تلك البنوك بنهاية الشهر الماضي بأكثر من 16.18% على أساس سنوية وبما يعادل أكثر من 128 مليار ريال متجاوزة تريليوني ريال وأكدت البيانات أن أصول البنوك التجارية نمت منذ بداية العام الحالي بحوالي واحد وستة عشار في المائة أو 32 مليار وخمسمائة وعشرين مليون ريال البيانات أظهرت دعم عاملين إلى أصول البنوك العاملة في البلاد بنهاية الشهر الماضي منهما الأصول الأجنبية التي نمت بأكثر من 13.4% سنويا عند 274 مليار وخمسين مليون ريال مقابل 241 مليار وتسعمائة وسبعين مليون ريال في أغسطس من العام الماضي وتضم الأصول الأجنبية النقدة والأرصدة لدى البنوك في الخارج إلى جانب الاعتمان خارج قطر والاستثمارات في الخارج وبند موجودات أخرى وارتفعت الأصول المحلية التي تشكل النصيب الأكبر من أصول البنوك بستة وسبعة أعشار في المائة إلى تريليون وستمائة وتسعة وأربعين مليار ريال مع نموها بواحد في المائة شهريا وتمثل الأصول المحلية الرصيدة الأكبر لأصول تلك البنوك وتضم خمسة بنود وهي الأرصدة لدى البنوك في قطر والاعتمان المحلي والاستثمارات المحلية والموجودات الثابتة وبند الموجودات الأخرى اشتركوا في القناة وعلى المزيد من النقاش مشاهد الكرام حول تخفيض أسعار الفائدة نرحب وإياكم بالسيد جاسم شهبيك الباحث في الشؤون الاقتصادية مرحبا وصباح الخير سيد جاسم صباح النور ومرحبا بك ومشاهديننا في تلفزيون قطر شكرا كيف ترى اليوم أهمية قرار مصر في قطر المركزي على صعيد بدء تخفيض أسعار الفائدة ونعكاس هذا القرار على الاقتصاد الوطني قرار أصلا كان متوقع وقرار جميل وراح إن شاء الله يعطي دفعة مثل ما نقول جرعة أكسجين حق القطاع الاقتصادي في الدولة وخاصة إن شاء الله سيكون تأثيراته كبيرة على خاصة القطاع العقاري اللي فعلا محتاج لهذا الانخفاض طبعا الانخفاض يعني كدولة قطر أو مستثمرين في دولة قطر شافوه متأخر ولكن بسبب ربط الأسعار المحلية مع الدولار وتبعية المصرف القطري المركزي للفدرالي الأمريكي فكان فيه نوع من التأخير كان فيه نوع من الترقب خلينا نقول فالحمد لله وصلت الجرعة اللي محتاجها السوق المحلي وإن شاء الله تكون لها يعني رد فعل ولكن نحن نقول ما رح يكون رد فعل سريع مثل ما احنا متوقعينه لأنه فيه اجتماع آخر في نوفمبر فيه اجتماع آخر في شهر منتصف ديسمبر فأعتقد المستثمرين وخاصة القطاع المالي يترقب انخفاضات أكبر عساس يصير فيه مثل ما كانت فيه هجرة للأموال من السوق من الاستثمار إلى البنوك رح يكون إن شاء الله توجه عكسي من المحافظة في البنوك والودائح إلى الأسواق إن شاء الله ويكون فيه استثمار يعني نتأمل منه الخير إن شاء الله بالتأكيد يعني كان دفاع المصر في قطر المركزي مع القرار الفيدرالي الأمريكي كان متوقع بسبب ارتباط العملة بالدولار الأمريكي لكن اليوم التساؤل هل من إجراءات أخرى مطلوبة لتنشيط الاقتصاد في ظل التوقعات بأن المعدلات المرتفعة الحالية باقية معنا على الأقل خلال النص الأول من العام أو خلال العام الحالي في الحقيقة يعني خلنا نقول شوية احنا يعني فيه تفائل طبعا ولكن نقول تفائل حذر في الموضوع الفائدة إيش المطلوب؟ المطلوب من المصرف المركزي يخسر معركة ولكن يربح حرب خنقول الحرب هذا تكون في الجوانب الاقتصادية على سبيل المثال لما ناخذ ونلاحظ اللي صار في السنتين الأخيرتين في موضوع رفع الفائدة نشوف أنه مثلا دول خليجية الأخرى وخاصة في الإمارات العربية المتحدة بالرغم من الرفع الأخير اللي صار في 2023 البنوك المحلية وبموافقة من المصرف المركزي الإماراتي ما لحقت الفدرالي الأمريكي المصرف لحق في الوداع لكن البنوك الإماراتية كانت لها خطط واستراتيجيات تمويلية فراحت أبقت على الفائدة على القروض الشخصية والعقارية والاستثمارية من أجل أن في نهج قائمة عليه البنوك هذه فحبت أنها تواصل مسيرة التنمية ومسيرة النمو الاقتصادي في الإمارات العربية المتحدة للأسف نحن البنوك المحلية هنا حافظة الدرس لكنها مش فاهمته فالمطلوب منها نحن نتكلم أنه الحمد لله المصرف قطر المركزي بعد تولي المحافظ الشيخ بنذر بن محمد الثاني رئاسة المصرف في تطور في نهج صار كبير شفنا خدمات مالية أفضل شفنا تطور سريع ولكن في المقابل شفنا في تأخر في البنوك للحاق بالفكر الموجود لدى المصرف المركزي لما تسألني أنا كرأي شخصي متواضع في المجال هذا أتمنى أن تكون رقابة أفضل من المصرف قطر المركزي على البنوك للحاق بالركب وليس أن أنا أخلي عندي بنكين ثلاثة في الطليعة والبنوك الباقية نشوفها متأخرة عنها نعم سيد جاسم اليوم الفترة الحالية تعد من أعقد الفترات على صعيد بناء التوقعات الاقتصادية في ظل تشابك العوامل والمؤثرات الجيوسياسية والاقتصادية برأيك كيف يمكن أن نقيم سياسة مصرف قطر المركزي خلال تلك الفترة في الحفاظ على توازن فيما يتعلق بحجم الاحتياطيات الدولية وإدارة السيولة كذلك مثل ما اتفضلت نحن الحمد لله من بعد 2017 كان في توجه لدى مصرف قطر المركزي لتعزيز الاحتياطات الأجنبية خاصة وكذلك الاحتياجات والسيولة المالية التي تحتاجها الاقتصاد القطري ولكن نحن في مصطلح في اللغة الإنجليزية وانا معني من الناس اللي ما أحب أستخدم المصطلحات الأجنبية ولكن كمختصر اسمه هذا المصطلح يشير إلى التقلب وعدم اليقين والتعقيد والغموض نحن في بيئة مالية صار فيها كثير من التشابك اللي صار مع ارتفاع الفائدة الأخيرة يعني لما نجي نراجع الأرقام ونطالع سنرى انتقال كمية كبيرة من رؤوس الأموال المحلية إلى الوداع عفوا لدى البنوك فارتفعت مقارنة بـ 2021 اللي هو قبل صدور الارتفاع الفائدة نلاحظ أنه في سنة الربع الثاني من 2024 ارتفاع إلى 141 مليار ريال قيمة الوداع وهي نسبة تقريبا 20% انتقالها من أسواق المالية ومن الاستثمار المحلي إلى القطاع البنكي في الوداع هذا بسبب أول شيء أن الحوافز اللي كانت موجودة في البنوك صارت نتكلم منها مشجعة أكثر للشخص عديمة المخاطر مقارنة بالأسواق المالية هذا أدى إلى حاجة الكل شايفها واضحة بالنسبة حق الجميع اللي هو انخفاض المؤشر في السوق قطر انخفاض قيمة الأسهم هذا الانخفاض بسبب وجود الانخفاض الارتفاع اللي قابله في الفائدة زين شنال الحل الحل أنه يعني الانخفاض اللي صار وإن شاء الله نقول رح يكون انخفاض آخر في نوفمبر وانخفاض آخر في ديسمبر رح يأدي إلى انتقال المبالغ هذه الأموال من القطاع البنكي كوداع إلى جانب الاستثمار هذا المفروض أنه يأدي إلى حرك تحريك عجلة الاقتصاد في قطر رح يكون المستفيد من الأول جهات الاستثمارية والمطورين العقاريين ونحن نتأمل أن يكون ولكن لا نتوقع أن يكون هذا التغيير سريع مثل مكان الانتقال سريع إلى الوداء مصر القطر المركزي سيد جاسم كما تحدث تحرك بشكل قوي على صعيد تنظيم السيولة في السوق والسيطرة على التضخم برأيك ما هو المنتظر خلال الفترة المقبلة للحفاظ على تلك المكاسب نزين اللي حصل في التضخم نحن كنا في نسبة 5% في 22% انخفض ما عندنا التضخم حاليا إلى 1% هذا في جانب إيجابي وفي جانب سلبي خلينا نتكلم أول شيء عن الجانب السلبي في الموضوع هذا اللي أدى إلى انخفاض التضخم انخفاض التضخم كان أحد أسبابه اللي هو انخفاض الإيجارات انخفاض القيمة العقارية للمنتجات الموجودة في قطر فهذا الانخفاض هو اللي كانت كنسبة كأهمية نسبية كان لها كبير الجانب الإيجابي في الموضوع خلينا نقول ونتكلم الجهود اللي صراحة تبذلها الهيئة العامة للسياحة برئاسة الأستاذ سعد الخرجي أن نشوف أسعار الفنادق في قطر صار فيها انخفاض كبير هذا الانخفاض يعني للتوجه اللي قام عليه الدولة اللي هو خنقول الاهتمام بالسياحة العائلية أدى إلى تعزيز الفرص وجذب وجذب يعني خنقول ما رح نقول ما رح أبالغ وقول لها جذب استثمارات ولكن جذب عوائل الجيك للإحتفال بإجازاتها في دولة قطر لتوفر أسعار فندقية منخفضة رح طبعا هذا التوجه أو هذه الزيارة السياحية نسميها رح تؤدي إلى انفاق في الدولة تعزيز قطاعات أخرى لكن هل هل محتاجين عوامل أخرى تساعد في هبوط التضخم والله محتاجين خاصة في مسألة المطاعم والغذاء والمشروبات هذه القطاعات للأسف لا تزال مرتفعة فعلى أساس يجي المصرف المركزي ويحافظ على نسبة التضخم المطلوبة إلى أدنى رقم هو يتمناه لازم هنا نشوف مشاركة القطاعات الأخرى في المحافظة على الرقم المنخفض الذي وصلنا له وإن شاء الله يعني في عوامل وفي حوافز يعني خنقول مبادرات من الجهات الأخرى أنه يتم المحافظة على المعدة أيضا يعني اليوم سيد جاسم نتابع تصنيف متقدم لدولة خطر بالنسبة لأسعار الأسعار والتضخم كذلك ونتابع هذا بالفعل عبر معدلات التضخم التي باتت قرب مستويات 1% أهمية ذلك برأيك والله أهميته أنه ستساعد على الإنفاق أكثر ستحرك عجلة الاقتصاد بطريقة أفضل ستستثمر رؤوس أموال إضافية نتأملها ولكن مطلوب محافظة على هذه النسبة وليس من أجل المحافظة عليها مطلوب خنقول توحد وتضافر الجهود بين الجهات المختلفة يعني أحنا أشدنا بهيئة السياحة في خفض الأسعار وقبل أشدنا بوزارة التجارة والاقتصاد بخفض الرسوم وأشدنا كذلك بوزارة البلدية في خفض الأسعار في المناطق الصناعية ولكن هل هناك مبادرات إضافية ممكن أن يتم تطبيقها؟ نعم هناك مثلا على سبيل المثال مناطق الصناعية لا تزال أسعارها تعتبر مرتفعة بمقارنة من المناطق الصناعية حاليا الرسوم البلدية رسوم البلدية نحن نتكلم عن أسعار الإجارات زي الرسوم البلدية هل هناك مجال؟ نعم هناك مجال إذن تضافر الجهود في هدف تحقيق هدف ورؤية قطر 2030 في تحقيق اقتصاد مستدام محتاج إلى أن فيه فئات وفيه هيئات ووزارات تتنازل عن بعض الأمور من أجل تحقيق المصلحة العامة ومتمثلة في المحافظة على نسبة التضخم الحالية سيد جاسم شهبيك الباحث في الشؤون الاقتصادية نشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات شكرا لك سيد جاسم أهلا وسهلا فيكم اشتركوا في القناة أهلا بكم من جديد مشاهدة الكرام في جلسة الأعمال تنظم وزارة البيئة والتغير المناخي اليوم ندوة علمية بعنوان الاسمنت الأخضر ابتكار علمي لبيئة أفضل واقتصاد دائري ويعد الاسمنت الأخضر بديلا أكثر مراعاة للاستدامة والحفاظ على البيئة وهو المعروف أيضا باسم الاسمنت الصديقي للبيئة لأنه يوفر فوائد استخدام منتجات النفايات وتقليل انبعاثات الكربون كما ستقوم وزارة البيئة والتغير المناخي عقب الندوة بتكريم للفريق البحثي والجهات المتعاونة في تعزيز ثقافة الاعتماد على الاسمنت الأخضر اشتركوا في القناة الندوة في شرثنا الدوحة وينضم إلينا من هناك الدكتور مهندس محمد سيف الكواري الخبير البيئي والمستشار الهندسي في مكتب سعادة وزير البيئة والتغير المناخي دكتور بداية ما هو المقصود بالاسمنت الأخضر وما مدى انتشاره في قطر وفي العالم طبعا المقصود بالاسمنت الأخضر هو الاسمنت المعايير البيئة وهي مادة طبيعية الحقيقة وهذا الحقيقة لأول مرة تنتشر في قطر والوطن العربي والشرق الأوسط بالنسبة للدول العالم حقيقة هذا الاسمنت أصبح معروف في الوسائط الأكاديمية ولكن لم يصل إلى السوق ولم يصل إلى الاستثمار هنا في قطر الحقيقة نحن نركز على السوق ونركز على الاستثمار في هذا البحث العلمي التطبيقي ولذلك حقيقة سمي هذا الاسمنت باللون الأخضر لأنه معايير لبعايير البيئة ولأنه يختلف عن الاسمنت الصناعي وهذا حقيقة هو يقلل بصمها الكربونية وهو صديق للبيئة نعم دكتور ما هي مجالات استخدام الاسمنت الأخضر في قطر وما هو الفرق بينه وبين الاسمنت الصناعي المتعارف عليه طبعا احنا المجالات التي سيستخدم فيها هذا الاسمنت الطبيعي هو نفس المجالات الاسمنت الصناعي ولكن الحقيقة بطريقة طبيعية وصديقة للبيئة يعني بمعنى نحن سنستخدمه في صناعة الطابوق الإنشائي وهو حيصبح طابوق أخضر مثل الاسمنت الأخضر لأنه استخدمت فيه مادة طبيعية مطابقة للمواصفات وأيضا سيستخدم في الخرسانة الرغوية التي تستخدم في تغليف مواسير الصرف الصحي وكذلك الفراغات بين المنهولات في هذه المناطق وفعلا احنا الحقيقة انتجنا في المرحلة التجربية حوالي أكثر من ألف طابوقة وكذلك أيضا استخدمنا الخرسانة الرغوية في منطقة في شارع أم الحواية حوالي انخفاضات في المنهولات وما زال هذا العمل تحت الرقابة لمدة سنة وهو في حالة جيدة نعم طبعا دكتور يعني هذه الجهود الكبيرة التي أشرف عليها فريق بحفي والكثير من الجهات المتعاونة لتعزيز ثقافة الاعتماد على الإسمنت الأخضر لو تحدثنا عن الفرق المشاركة نعم اليوم الحقيقة سعادة وزير البيئة والتغير المناخي سوف يكرم فريق العمل الذي قام بهذا الجهد الكبير لمدة أربع سنوات سوف يكرم هذا الفريق وبحضور مجموعة من الوزراء والمهتمين ومدراء البلديات وأشغال وغيرهم وبعض الشركات الصناعية سيكرم فريق البحث العلمي حقيقة لجهوده في هذا العمل لأن هذا العمل سوف يخلص البيئة من مخلفات الصرف الصحي التي لها تأثيرات سلبية بكل تأكيد على الهواء والماء والأرض وغيرها نعم المهندس الدكتور محمد سيف الكواري الخبير البيئي والمستشار الهندسي بمكتب سعادة وزير البيئة والتغير المناخي شكرا لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بداية نمع الأسواق الأسيوية حيث ارتفعت الأسهم الأسيوية في افتتاح دولات اليوم وستتوقعات بأن الصين قد تقدم المزيد من التحفيز لأحياء ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد أن بدأت الولايات المتحدة دورة التيسير النقدي وفي وقت تلامس فيها أسعار الذهب مستويات قياسية كما نتابع وإياكم النيكي يسجل 1.7% نسبة ارتفاع مع 37.739 نقطة هانكسينج يسجل 10% انخفاضات مع 18.236 نقطة وأكثر من 13 ارتفاعات في كوسبي عند 2600 نقطتين بالنظر إلى الأسواق الأوروبية فقد هبط ستوكس يوروب 600 بنسبة 1.14% عند 514 نقطة ليمحو المؤشر الأوروبي مكاسب الأسبوع مسجل خسائر قدرها 14% كما نتابع داكس الألماني منخفض عند 18.731 نقطة فوتسي 8.230 نقطة وكاك الفرنسي يسجل 7467 نقطة مع انخفاضات بحوالي نصف في المئة في الأسواق الأمريكية حققت مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي رغم تباين أداءها في ختام تدولة الأسبوع وسط عمليات جني المستثمرين للأرباح للاستفادة من تسجيل المؤشرات مستويات قياسية عقب انتهاء أو انهاء الاحتياط الفيدرالي دورة التشديد النقدي داو جونز 42.063 نقطة مرتفع بـ 9.100% S&P 500-5700 ونقطتين وكما نتابع نازدك 17.948 نقطة مع 36.100% نسبة الانخفاض أما الأسواق الخليجية أغلقت أسواق الخليج على تباين يوم الأمس وسط تصاعد التوترات في المنطقة على المستوى الجيوسياسي لكن المؤشر السعودي واصل مكاسب ونتيجة تتكهنات باستمرار خفض أسعار الفائدة الأمريكية السعودية اليوم 12.190 نقطة مرتفع بـ 14% دبي تسجل 10% نسبة ارتفاع مع تسجيلها 4.441 نقطة وأبوظبي 9.444 نقطة نقطة مرتفع أيضا بـ 7.100% السوق الكويتي يسجل انخفاضات مع 7.747 نقطة 14.100% انخفاضات البحرين 2.232 نقطة ومسقط 4.700 نقطتين مع انخفاضات بـ 10% ننتقل إلى البورصة القطرية والتي أغلقت تعاملات جلسة الأمس على تراجع بضغط من أربعة قطاعات كان على رأسها النقل وستتراجع في قيم التداولات التي بلغت 257 مليون ريال نتابع البورصة القطرية في افتتاحاتها اليوم وبعد مرور ساعة على جلسة التداول افتتاحها 10.463 نقطة ربع في المائة نسبة الارتفاع نقترب من 37 مليون ونصف المليون سهم يتم تداولها مع قيم تداولات عند 67 مليون ريال قريبين حتى من عدد صفقات يصل إلى الـ 2862 صفقة حتى اللحظة نتابع وإياكم كيف كان أداء قطاعات السوق الاتصالات نصف في المائة ارتفاعات البنوك 14% ارتفاعات 13% في قطاع التأمين ولدينا البضائع والخدمات الاستهلاكية الذي يسجل ربع في المائة نسبة ارتفاع القطاع العقاري يسجل 15% نسبة ارتفاع قطاع الصناعات ذات الأمر وانخفاض بربع في المائة في قطاع النقل أكثر الشركات ارتفاعا أو نشاطا بلدنا في الصدارة مع 4 مليون ونصف المليون سهم تم تداولها أو ريال قطري 4 ملايين ونصف المليون في بلدنا الفالح 4 ملايين ريال قطري الريان تقترب من 3 مليون 806 ألاف ريال قطري و3 مليون 592 ألاف ريال قطرية تم تداولها على أزدان حتى هذه اللحظة أكثرها ارتفاعا كيال أم 2.13% حوالي 1.5% في الإيجارة أزدان 1.4% ولدينا أعمال مع 1.4% كذلك أما الشركات الأكثر من ناحية الانخفاض الدولي الإسلامي 1% 17 في بنك ليشام سعيد 67 من 100% وحوالي أكثر من 16% سجلت نسبة انخفاض في شركة الملاحة اشتركوا في القناة عطفا على اتفاقية إنشاء مشروعا متكامل لتربية الأبقار وإنتاج الحليب المجفف في جنوب الجزائر وقعت شركة بلدنا للتجارة والاستثمار وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة بلدنا اتفاقية تعاون مع وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائرية لغرض دراسة مشروع إنتاج حليب الأطفال الرضع والذي سيتم تنفيذه بالشراكة مع الصندوق الوطني للاستثمار الجزائري ليكون ملحقا بمشروع إنتاج الحليب المجفف تهدف هذه المذكرة إلى دراسة جدوى إنشاء مشروعا لإنتاج حليب الأطفال الرضع في الجزائر وستقوم الفرق الفنية بإجراء دراسات تفصيلية لتقييم الجوانب التقنية والتجارية والمالية للمشروع ستضمن هذه الدراسات تحديد حجم الاستثمار الأمثل لتنفيذ المشروع نزيد من التفاصيل حول أداء البورصة القطرية والأسواق الخليجية والعالمية نشرك معنا السيد أحمد عقل المحلل والخبير المالي وينضم إلينا من البورصة القطرية السيد يوسف بحليج المحلل المالي أبدأ معك سيد أحمد تعليقك أولا على خبر شركة بلدنا وهذا التوسع الخارجي الكبير للشركة خاصة في مشروعاتها في الجزائر وتوقعات إنعكاز ذلك على الأداء المالي للشركة بسم الله الرحمن الرحيم صباح الخير إلى كل السادة المشاهدين ولضيفك العزيز لا شك أنه خلال هذه الفترة نحن عبنشوف نشاط مهم جدا لشركة بلدنا على مستوى التوسع الخارجي والداخلي حتى والشركة استطاعت أن تحقق استثمارات مهمة جدا شفناها بدولة مصر امتلاك ما يزيد عن 15% بجهينة شركة جهينة شفنا أيضا خلينا نقول توسع داخلي على مستوى منتجات جديدة عم بتم إضافتها بشكل دائم ودوري بكل شهر تقريبا أو كل ربع هذا دفع الشركة لتحقيق أرباح متميزة جدا بنمو وزيد عن المية بالمية مع توقعات بأن تقترب أرباحة من 200 مليون مع نهاية العام مقابل تقريبا 89 مليون بالعام الفائت بكل الأحوال خلينا نقول استثمار بيئة جزائر مهم جدا أولا الجزائر هي الدولة العربية الأكبر من حيث المساحة وبالتالي عندها أراضي يمكن استغلالها بشكل كبير بمشاريع زراعية ومشاريع ثروة حيوانية طبيعة الأرض مهمة جدا الصناعات وحاجة البلد وعدد السكان أيضا بالإضافة للثروات النفطية الموجودة وبالتالي قدرة الدولة على الاستثمار وعلى دعم هذه المشاريع اليوم المشروع نحن نحكي 51% فيه لشركة بلدنا 49% لصندوق الاستثمار الوطني الجزائري بالتالي الدولة الجزائرية أو الحكومة هي شريك مع شركة بلدنا هذا بيعطي مزيد من المصداقية ومزيد من الثقة لهذا المشروع اليوم نحن نحكي عن أكبر مشروع بالشرق الأوسط تقريبا لإنتاج الحليب المجفف اليوم نحن نحكي عن منطقة يمكن من خلالها تصدير لكثير من دول أفريقيا وبتصور أن السوق الأفريقي سيكون سوق مهم جدا لهذه المنتجات بدولة بلدنا خاصة في ظل الظروف الحالية وارتفاع تكليف النقل وغيره وبالتالي أنا بشوف أن هذه الخطوة هي خطوة استراتيجية مهمة جدا سيكون لها تأثيرات بالغة على أرباح الشركة المتوقع أنه مع بداية الإنتاج ودخول إرادات يمكن هذا الموضوع بده ياخد من 3 إلى 5 سنين ولكن على مدى استثماري طويل الأجل رح يكون له تأثير كبيل على هيكلية إرادات الشركة وتنويع مصادر الدخل سواء إن كان جغرافي أو على مستوى المنتجات نفسها وبتصور أنه هذا رح يفتح البيب للشركة أمام خلينا نقول توسعات وانتشار أكبر لهذا الاسم التجاري هذا من ناحية من ناحية أخرى الوقت الحالي هذا المشروع تمويله رح يكون ما بين البنوك الجزائرية حسب ما تم الإعلان وما بين الحكومة الجزائرية وبالتالي نحن نحكي عن تمويل متوقع حتى الآن يفوق عن 3.5 مليار دولار تقريبا تكلفة المشروع وبالتالي لابد من وجود خلينا نقول البنوك الجزائرية أعتقد والبنوك المحلية بهذا المجال نعم أيضا سيد يوسف نبقى مع شركة بلدنا وتوقعاتك اليوم لتفاعل المساهمين مع أخبار توسع بلدنا في مشروعاتها الخارجية وكيف يمكن أن يدعم ذلك أداء سهم الشركة في السوق صباح الخير أستاذ مروان لك وزميلنا العزيز أحمد حقيقة بلدنا لاحظنا اليوم تفاعل قوي في برصة قطر ولاحظنا كذلك طلب قوة الشراء ملاحظ ومتواصل ولو أنها قد تتراجع نوعا ما تأخذ بعض الوقت وبعض السنين في ذلك إلا أنها عندها مستقبل واضح وجيد حقيقة أحب هنا أن ألمحنا بلدنا من الشركات التي تؤسس نبذة خاصة عن التغذية بالأخص حليب الأطفال وكذلك الكبار ومنتجات الألبان وحتى المواد التمولية الغدائية اللحوم ومنتجاتها إذن هي عملية أساسية في التمويل وأساسي وقد خاضت هذه التجربة في قطر ونجحت بكل التقادير وكل التنفيذات في المشاريع الآن تخوض مشاريعها خارج قطر وهي تستطيع في ذلك وعندها مساهمين ذات ثقة كبيرة في ذلك خصوصا أنها بدأت هذه المشاريع وتكمل مشوارها التوسعي خارج قطر وهذا ملاحظ حقيقة في مجالها نأمل لها كل النجاح في ذلك اليوم سعرها في السوق تفاعل وبدأت الملاحظ طبعا المستثمري هنا يستفيدون في ذلك في عملية تناسي الفرص بالشراء وبأسعار طبعا منافسة للاحتفاظ بسعر هذا السهم في برصة قطر نعم يستطيع أحمد البنك الأهلي حدد يوم 17 أكتوبر موعدا للإفصاح عن نتائج الربع الثالث توقعاتك لأداء البنك وفك ما حققه خلال النصف الأول من العام الحالي يعني خلال النصف الأول حققها 383 مليون أرباح مقابل 356 بالعام الفائت بالتالي نحن عم نحكي عن ما يقترب من 7% إلى 8% تقريبا النمو متوقع القطاع البنكي بشكل عام أنه يحافظ على نفس نسب النمو الموجودة اللي هي النمو المستدام اللي عم بيكون ما بين 7% إلى 8% التحدي أنه بالربع الثالث من العام الفائت كان ربع استثنائي إذا بدك للبنك الأهلي استطاع من خلاله تحقيق حوالي 250 مليون ريال انتقلت أرباح إلى 615 مليون تقريبا مع نهاية الربع الثالث بالتالي البنك بحاجة لما يقترب من 230 مليون حتى يحقق هذا النمو أو حتى يعادل مستويات العام الفائت هذا الموضوع ممكن لأنه بالربع الأول من العام الحالي استطاع البنك أن يحقق 218 مليون هو الربع الثاني دائما بالعام الحالي والعام الفائت كانت أرباح إذا بدك أقل للبنك هي أقل الأرباع ربحية للبنك الأهلي بشكل عام فمتوقع أن الربع الثالث إذا استطاع أن يكون بنفس مسار العام الفائت وهي متوقع بشكل كبير ممكن أن يحقق البنك خلينا نقول نمو ما بين 7% إلى 8% بتأديري أنا أنه ممكن نوصل لمستويات 625 مليون ريال تقريبا معدلات أرباح سيد جوسف في ظل بدء تخفيض أسعار الفائدة كيف تتوقع أن أعكاج ذلك على أداء السمقطاع البنوك وكذلك أرباح القطاع خلال الربع الثالث حقيقة البنوك يعني عامل مساند لكل المشاريع وكذلك الثقة موجودة نلاحظ أن البنوك في حالة كانت الأسعار الفائدة برتفع الأموال دخلت البنوك وأصبحت أرصدة في ذلك وكانت تستخدم لمشاريع ضيقة أو بمعنى مشاريع مطلوبة ببعض الجهات رأينا العقارات ورأينا المشاريع الكبيرة بدأت بالهدوء نوعا ما لمعرفة بالضبط أسعار الفائدة هنا بدأ الآن بعد قرار تخفيض أسعار الفائدة الآن بدأ البنوك تدخل مشاريع الكبيرة في ذلك فهنا يبدأ الاستثمار الداخلي باستغلاله البنوك حقيقة تستفيد من ارتفاع الفائدة وكذلك في تخفيض أسعار الفائدة في حالة تخفيض أسعار الفائدة الكل هنا يبدأ نشاط الاقتصادي من العقارات من المشاريع الموجودة من كذلك التوسع الكبير سيكون فيها قد تأخذ بعض الوقت لكن هذا يبدأ بداية ونلاحظ الآن الكل هنا في البنوك حاضرة في ذلك وبدأت ارتفعت خلال أعلانها يوم واحد الخميس ارتفعت نسبة البنوك وبدأت بالارتفاع لأن الكل يتوقع بأن البنوك ستستفيد استفادة أوسع من وجود السيولة داخلها السيولة الداخلية البنوك ستتحرك في مشاريع كبرى وتمضي في كل بنية وفي كل مشروع وفي كل استثمارات هناك استثمارات وهناك تطلع نظرة 2030 وكل هنا يبدأ بخطوة ولو أن تأتي متأخرة لكن هذا سيبدأ مشاريع أنا في نظري أنها ستساند البنوك في تمويلها ويبدأ العقار بالارتفاع من ثم تستفيد أصحاب هذه البنوك بهذه المشاريع واستثماراتها حقيقة نعم سيد يوسف بحليقة محل الأسواق المالية من البورصة القطرية شكرا جزيلا لك شكرا أيضا لسيد أحمد عقل الخبير والمحلل المالي اشتركوا في القناة إلى موضوعنا الأخير مشاهد الكرام في إطار سعيها المستمر لمنح عملائها تجربة تسوق سهلة ومريحة وفق أعلى المعايير العالمية المتطورة تقدم شركة الميرا للمواد الاستهلاكية وبالتعاون مع شركة فيف عربات التسوق الذكية لأول مرة في الشرق الأوسط لتحصين وتسهيل جودة التسوق للعملاء وللمزيد من التفاصيل حول عربات التسوق الذكية تنضم إلينا من شركة الميرا الاستهلاكية فرع الوكرة الجنوبي الزميلة رانيا خنفر وجولة داخل الميرا صباح الخير رانيا نعم مروان صباح الخير لك وللمشاهدين الكرام بالفعل نحن اليوم موجودون داخل أسواق الميرا وتحديدا في فرع الوكرة الجنوبي مكان تواجد عربات التسوق الذكية هذه العربات التي وضعتها الميرا كبديل للعربات التقليدية العربات الجديدة التي وضعتها الميرا كنوع وإضافة جديدة لموضوع التسوق الإلكتروني وإضافة جيدة وجديدة لموضوع التحول الرقمي في عالم التسوق العربات الجديدة ستكون موجودة كنوع من الإضافة كما ذكرت الجديدة في عالم التحول الرقمي هي عبارة عن شاشة فيها شاشة مسح إلكتروني وشاشة مزودة بماسح إلكتروني يتم فيها مسح المنتجات مما يسهل الوقت والجهد على الزبائن أثناء عملية التسوق لتفاصيل أكثر عن هذه العربات الذكية نشرك معنا السيد جاسم آل سرور مدير الشؤون الإدارية في الميرة صباح الخير سيد جاسم وحدثنا أكثر عن هذه العربة الذكية الموجودة هنا في الميرة مثل ما تعرفين اخت رانية العربة هذه اسمها سمارت كارد هي عربة جديدة عربة ذكية وتقريباً احنا الأول في دولة قطر من الشركات الاستهلاكية العربة هذه جداً مريحة وما تأخذ وقت في التسوق ودليل على تسوقك في شركة الميرة لو نوضح أكثر سنبدأ الآن التسوق فيها نبدأ الآن ندخل على ستارت شوبينج وندخل لغة العربية طبعاً هنا فيها لغة انجليزية ولغة عربية نحط هنا بدء التسوق إذا عندك أنت الريورد أو الحساب الميرة نعم هنا حساب نقدر أننا نسوي لوغن على طول فجاء اسمك دخل عندك حساب داء اسمك ودخل دعونا الآن نجرب نسوي تجربة بسيطة مثلاً نبي نشوف كاتري بروديكت أقدر أسوي سيرت ويطلع لي اللوكيشن وين المكان اللي أنا بيه شوفي الآن مثلاً أبي أدخل على مثلاً مياه الواحة مثلاً طلع لي هنا يحدد الموقع على الخريطة ضغط على الموقع يعني يسهل المكان يقول لك شوين وين تروح طب لنبدأ الآن بشراء الأهراض يالله ندخل على مثلاً لنختار مثلاً مكان أو شيء من هنا مثلاً نأخذ مثلاً من هنا شيء فقط نقوم بعمل مسح صحيح؟ بس على طول مسح هنا الباركوت فطلع عندنا الفواكه فواكه مقطعة جاهزة نعم شو لو تصورونا هنا يطلع لكم نختار شيء آخر مثلاً اختاري شيء ثاني مثلاً نختارها فنأخذ الباركوت نحطه على طول هنا فيطلع الباركوت نضعه في السلة نحطه في السلة طب نريد أن نختار مثلاً شيء آخر من وش اللي تبين تختارينه؟ مثلاً شيء آخر نضع شيء آخر خلونا نحن هنا نمشي بس لو في باركوت هنا آه اللي نتابعه الباركوت هنا لو نحن نمشي بالقاري نعم في السلة هذه يطلع لنا عندنا المنتجات اللي موجودة في الرف هذا كله يعني أيضاً يسهل على يسهل يطلع لك أثناء التسوق كل الأشياء الموجودة في هذا الممر يطلع في الشاشة الآن مثلاً ناخد منتج زيادة ناخد هالمنتج مثلاً نحط الباركوت على طول طلع لنا الأشياء اللي إحنا عندنا موجودة في السلة نعم نحطها في السلة نضيف مثلاً شيء آخر ضيفي اللي تبينه بضع فطلع لك كمية يعني حتى المجموع في الأخير موجود بضع وتقدرين مثلاً إذا تبيد تشيلين من السلة ترجعينها تاخدينها طلعينها من السلة وترجعينها عادي تسوين لأدت يعني حتى الشخص يكون يعرف مثلاً الميزانية مسبقاً بضع أو المجموع مسبقاً فيكون يعرف مثلاً كم ميزانيته مسبقاً بضع فيطلع ل يطلع لسعر هنا توتل كامل فيعرف مثلاً إذا مثلاً عنده بجت معين نعم ما يريد تعداه صحيح فهذا يكون عنده مريحة يعني سيد جاسم أهمية هذه التقنية في هذا العصر الحديث والتسوق الإلكتروني التي قامت بها هذه الميرة في هذا الوقت هو طبعاً هاي كل شي دائماً التطور تبين تخذين منتج نعم لجربي المنتج هذه زيادة عحين عطاتك توتل 52 ريال نعم خلينا نرجع على سؤالك طبعاً احنا كل جنريشن كل جيل قادم يبغي تطور نعم فاحنا نحاول ان احنا نواكب العصر اللي موجود فطبعاً في ناس اللي هم الجنريشن اللي قبلنا الى الآن يستخدمون الكاش فاحنا موفرين لهم الكاشير اما الجنريشن اللي موجودة الحين الجيل الجديد فكل شيء الكتروني عنده نعم فاحنا لازم نرضي الطرفين نرضي الجيل الغديم نرضي الجيل الجديد صحيح فدائماً ان شاء الله راح تكون فيه تطورات وعلى فكرة الشاشة هذه دائماً تصير لها أبديت تصير لها اشياء جديدة حين احنا نقدر نطلع الموقع موقع اللي اشياء نتابع على الكاميرا لو سماء على الخريطة اي احين مثلاً احنا نبغي مثلاً ايه فيه بعد شيء هنا مساعدة فيه هنا هالهل الحين احنا مثلاً نبغي المدفوعات نبغي نعرف اشتراً ندفع فيطلع لنا فيديو يوضح لنا طريقة الدفع نعم اذا مثلاً فيه بعض الناس ما حصل له مثلاً حد يساعده أو نعم ودائماً المساعدين متوفرين نعم لكن ما حصل حد يساعده فيطلع يدخل هنا على هالبايف فيه هنا يا ليسلم عندك اي منتج تبينا مثلاً لو ندخل حين نحط مثلاً حلويات اوكلر احط هنا على السهم فعطاننا وين المكان احنا هنا نعم صح ولا لا اذا خريطة تساعدنا في الحصول على الاشياء وغير انه عندك انت هنا شوف الارقام اه مرقم كل شيء هذه كلها موجودة الخانات موجودة كل شيء موجود فالعملية جداً سهلة مجرد ثواني تعرفين كل شيء وخلص نعم احنا حين مثلاً اختارنا منتج احنا وين السلة الآن هنا السلة موجودة هنا المنتج هذا هو اذا مكان تواجدنا ايوه احنا حين مكان تواجدنا هنا فالسلة وين الغرض للمنتج اللي حطينا هنا طلع لنا نعم اذا يسهل الوصول الاشياء بالضبط رقم ثلاثة رقم تسعة اذا بالفعل هي طريقة لتسهيل الوقت والجهد على الزبائن بالضبط فالحين احنا لو نروح الحين ندخل على منطقة الدفع الدفع نعم في بار كود هنا موجود سيساعدني ايضاً في عملية الدفع اول ما تجين على البار كود انا مستعد للدفع اذا وصلت الان رسالة هنا البار كود وصلت شوفوا المبلغ اللي انا لازم ادفعه في الشاشة الكبيرة اعطاني اشارة اعطاك هنا اشارة انا مستعد للدفع اضغط انا مستعد للدفع في الشاشة الكبيرة اعطاني الاشارة نعم ان انا ادفع فاطلع البطاقة سواء او الجوال بس طبعاً ما في كاش هنا الكاش دائماً في الكاش اه نعم نعم فهذه نبذة بسيطة عن السلة الذكية نعم فالسلة الذكية تكون دائماً هي الاسهل وهي اللي توفر لك الوقت صحيح خاصة اذا كان في زحمة على الكاشير نعم فعن توفرت الوقت نحن نعلم ان هذا الفرع عليه دائماً يعني عدد كبير من الزبائم دائماً عليه ضغط كبير استاذ جاسم يعني اريد ان اسألك الان هل سيتم تعميم هذه العربة في فروع اخرى في الميرة خصوصاً ان الميرة دائماً في توسع وشاهدنا يعني منذ فترة فرع ام سنين في عين خالد فرع كبير جداً وحديث جداً طبعاً فرع عين خالد احنا نسميه فرع عين خالد وفرع ام سنين من اجمل الفروع اللي جاتني اتصالات كثيرة من يوم فتحناها حين تقريباً اربع شهور من يوم فتحناها الى اليوم الفرع من اجمل فروع الميرة من اجمل فروع ومن اكبر الفروع والعروضات اللي فيها يعني انا ساكن في الدفنة اروح عين خالد اتسويك في عروضات جداً جميلة لكن ان شاء الله في المستقبل الغريب وقريب راح نحط الشاشة نفسها وراح تكون مطاورة اكثر اكثر من هالشيء وراح تكون اسهل حتى حق كبار السن راح نوفر لهم ان شاء الله اشياء جميلة ان شاء الله في المستقبل راح تعرفونها ببهل الله كل الشكر لك السيد جاسم السرور مدوير الشؤون الادارية في فرع الميرة ونشكر ايضاً الميرة على كل هذه التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في التسوق الالكتروني والتسوق الذكي اذا كما تابعنا مشاهدين الكرام فان شركة الميرة تسعى دائماً الى جلب احدث التكنولوجيا والتطور وتواكب هذه التطورات والتكنولوجيا بخطة متسارعة حتى تلبي احتياجات السوق وتلبي ايضاً احتياجات العملاء نعم اليك مروان شكراً جزيلاً لك الزميلة رانيا خنفر على هذه الجولة إلى هنا مشاهد الكرام نصل وإياكم إلى ختام جلسة الأعمال لهذا اليوم نلقاكم غداً إن شاء الله في ذات الموعد شكراً لطيب متابعتكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة